بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نقتبس من كتاب سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونتابع في خاتم النبوة يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه متى ختم له صلى الله عليه وسلم بخاتم النبوة اختلف العلماء هل أنه صلى الله عليه وسلم ولد وعليه خاتم النبوة أم إنه وضع له بعد ولادته فقيل ولد به نقله ابن سيد الناس ورده في الفتح ثم قال واختلف القائلون بالثاني أي بأنه وضع له بعد الولادة فقيل حين ولد صلى الله عليه وسلم وضع له خاتم النبوة واستدل على ذلك بحديث فيه نكاره وقيل عند شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو في بني سعد لما ورد في حديث عتبة بن عبد عند الإمام أحمد والطبراني قال الحافظ الزرقاني وقطع به القاضي عياض وقال الحافظ ابن حجر وهو الأثبت وقيل إنه عند المبعث لما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه وختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم في قلبي وقال قرأ الحديث وقيل إنه ليلة المعراج لما ورد عند أبي يعلى وابن جرير والحاكم في حديث المعراج من حديث أبي هريرة وقال الحافظ الزرقاني وطريق الجمع أن الختم تكرر ثلاث مرات في بني سعد أي في صغره صلى الله عليه وسلم ثم عند المبعث ثم ليلة الإسراء كما دلت عليه الأحاديث أي الأحاديث الثابتة قال ولا بأس بهذا الجمع فإن فيه إعمال الأحاديث كلها إذ لا داعي إلى رد بعضها وإعمال بعضها لصحة كل منها وإليه أشار الشامي في سيرته قال وأما رواية بعد الولادة فضعيفة وأما أنه ولد به فضعيف أيضا يطلب زاعمه بدليله انتهى والحمد لله رب العالمين